أهلا بكم في قناة مساء الأخبار لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتحياتي للمتابعين الكرام وهيا نبدأ في أحدث توقعاتها أعلنت ليلى عبداللطيف عن عدة أحداث مثيرة ومؤثرة قد يشهدها العالم قريبا تتوقع عبداللطيف اغتيالات حروب وكوارث طبيعية تضرب بعض الشخصيات والدول مع تركيز خاص على لبنان حيث أكدت أن لبنان القادم سيكون مختلفا تماما عن لبنان اليوم على المستويات السياسية الأمنية الاقتصادية والسياحية أشارت عبداللطيف إلى أن اغتيالات قد تطال شخصيات قيادية عربية وربما تمتد إلى شخصيات عالمية كما توقعت أن الحدود الأردنية ستكون محطة الأنظار حيث قد تشهد توترا واستعدادا كبيرين بالنسبة لبعض الدول العربية توقعت أن تتعرض مطارات خليجية لوقف الرحلات بسبب عواصف ثلجية وفيضانات غير مسبوقة كما ذكرت عبداللطيف أن العاصفة قد تعطل الحياة بشكل مؤقت في تلك المناطق وعلى الساحة الفلسطينية تحدثت عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين الفلسطينيين وإسرائيل مع تطورات خطيرة قد تكون أخطر من الحروب السابقة وذكرت أن الحدود الأردنية ستكون في حالة تأهب قصوى نتيجة لذلك أما على الصعيد الدولي فتحدثت عبداللطيف عن توقعها بانسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الرئاسي لأسباب صحية مرجحة أن تحكم امرأة الولايات المتحدة في المستقبل القريب وأشارت إلى احتمال تعرض الرئيس السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال قد تفشل لكنها ستثير اهتماما واسعا تطرقت عبداللطيف أيضا إلى شخصية الملياردير إيلون ماسك حيث توقعت أن يثير ضجة إعلامية كبيرة بسبب حدث محرج أو مشكلة صحية مفاجئة قد تضعه في المستشفى وفيما يخص العالم العربي أشارت إلى أن سوريا ستستعيد علاقاتها مع الدول العربية وستعود إلى جامعة الدول العربية بشكل كامل كما توقعت زيارات لقادة اللبنانيين إلى سوريا على الصعيد الاقتصادي تحدثت عبداللطيف عن ارتفاع مفاجئ وكبير في سعر الدولار في لبنان مع عودة اغتيالات قد تشهدها البلاد في المستقبل القريب ختاما أشارت عبداللطيف إلى أن غزة ستشهد مفاوضات طويلة الأمد مع إسرائيل وستعاد إعمارها بعد هدوء الأوضاع مع توقيع هدنة طويلة الأجل تظل توقعات ليلة عبداللطيف موضوعا مثيرا للجدل على منصات التواصل الاجتماعي حيث لاقت بعضها تحقيقا في الواقع بينما يبقى المستقبل مفتوحا على احتمالات كثيرة أكملت ليلة عبداللطيف حديثها بتوقعات جديدة تخص الأوضاع في المنطقة والعالم تحدثت عن احتمال وقوع زلازل وهزات أرضية في عدة دول من بينها المغرب حيث توقعت هزة قوية شعر بها السكان وتسببت في حالة من الهلع والخوف كما توقعت كارثة طبيعية كبيرة في تركيا قد تؤثر على لبنان وسوريا وفلسطين والأردن على الصعيد السوري توقعت ليلة أن يشهد العام المقبل تحولات إيجابية في سوريا بما في ذلك رفع العقوبات الدولية وعودة البلاد إلى الاستقرار والتعافي توقعت أيضا أن تستأنف السفارات الأجنبية نشاطها في دمشق وأن يعود الطيران الدولي إلى سوريا مع زيادة في الحركة السياحية كما ذكرت أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يصدر عفوا عن بعض السجناء أما بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فأكدت عبداللطيف أن الانتصار سيكون حليفه في المعارك الدائرة وأنه سيتعرض لمحاولة اغتيال لكنها ستفشل وأشارت إلى أن بوتين سيبقى قويا على الساحة الدولية فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية توقعت عبداللطيف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لن يستمر في منصبه مع احتمالية وقوع تغييرات كبيرة في الحكومة الأوكرانية وفي نهاية حديثها توقعت ليلة عبداللطيف أن الحرب في غزة ستنتهي في الأشهر المقبلة مع حدوث مفاوضات طويلة الأمد تؤدي إلى إعادة إعمار القطاع كما توقعت تبادل الأسرة بين إسرائيل والفلسطينيين في إطار هدنة طويلة أشارت عبداللطيف إلى أهمية الدعاء لتحقيق التوقعات الإيجابية وتجنب السلبية منها مؤكدة أن ما يحدث في العالم يعتمد في النهاية على إرادة الله تختتم عبداللطيف توقعاتها بتأكيدها على أن العالم سيشهد المزيد من المفاجآت والأحداث الكبيرة في المستقبل القريب وسط توقعات بمتغيرات على مستويات سياسية اقتصادية وطبيعية واصلت ليلة عبداللطيف تقديم توقعات جديدة تشمل تطورات سياسية واقتصادية مهمة في لبنان والعالم أكدت أن لبنان سيشهد انتخاب رئيس جديد بعد انتهاء السباق الرئاسي الأمريكي وأن الاقتصاد اللبناني سيشهد فترة من الازدهار بعد مرحلة الركود توقعت أيضا أن دول الخليج خاصة السعودية وقطر والإمارات ستعود لدعم لبنان بقوة من أجل إعادة الإعمار والاستقرار وعن الأوضاع السياسية في لبنان أشارت إلى أن سليمان بيك فرنجية هو الأقرب لتولي رئاسة الجمهورية مؤكدة أن توقعاتها حول هذا الموضوع تعود إلى عام 2009 كما تحدثت عن إمكانية دخول اللواء إلياس بوصعب في السباق الرئاسي وأنه سيكون منافسا قويا أما على الصعيد الاقتصادي اللبناني توقعت أن يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعا مفاجئا وكبيرا مما سيؤدي إلى عدم استقرار في السوق المالية اللبنانية وأشارت أيضا إلى عودة بعض الاغتيالات السياسية في لبنان مؤكدة أنها ستكون محدودة ولكنها قد تسبب توترا كبيرا في الشأن الدولي توقعت عبداللطيف أن العالم سيشهد تغييرات سياسية كبرى في أمريكا مع ترجيح فوز كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية وتوليها منصب الرئاسة كما أشارت إلى أن بايدن وترامب قد يواجهان تحديات صحية كبيرة وأن احتمال وفاة أحدهما قد يكون مفاجئا ويثير ضجة عالمية توقعت أيضا أن يشغل الملياردير إيلون ماسك العالم من جديد بحدث محرج أو صحي قد يؤدي إلى دخوله المستشفى مما سيؤدي إلى تسليط الأضواء عليه بشكل مكثف أما في الشرق الأوسط فتوقعت أن يشهد حزب الله في لبنان مفاوضات وتسويات قد تؤدي إلى استقرار سياسي في البلاد كما أشارت إلى أن سوريا ستشهد فترة من الازدهار بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عنها مع عودة العلاقات مع الدول العربية وزيادة في الحركة السياحية كما ذكرت أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يصدر عفوا عن بعض السجنات أما بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فأكدت عبداللطيف أن الانتصار سيكون حليفه في المعارك الدائرة وأنه سيتعرض لمحاولة اغتيال لكنها ستفشل وأشارت إلى أن بوتين سيبقى قويا على الساحة الدولية فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية توقعت عبداللطيف أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي لن يستمر في منصبه مع احتمالية وقوع تغييرات كبيرة في الحكومة الأوكرانية وفي نهاية حديثها توقعت ليلى عبداللطيف أن الحرب في غزة ستنتهي في الأشهر المقبلة مع حدوث مفاوضات طويلة الأمد تؤدي إلى إعادة إعمار القطاع كما توقعت تبادل الأسرة بين إسرائيل والفلسطينيين في إطار هدنة طويلة أشارت عبداللطيف إلى أهمية الدعاء لتحقيق التوقعات الإيجابية وتجنب السلبية منها مؤكدة أن ما يحدث في العالم يعتمد في النهاية على إرادة الله تختتم عبداللطيف توقعاتها بتأكيدها على أن العالم سيشهد المزيد من المفاجآت والأحداث الكبيرة في المستقبل القريب وسط توقعات بمتغيرات على مستويات سياسية اقتصادية وطبيعية وصلت ليلى عبداللطيف تقديم توقعات جديدة تشمل تطورات سياسية واقتصادية مهمة في لبنان والعالم أكدت أن لبنان سيشهد انتخاب رئيس جديد بعد انتهاء السباق الرئاسي الأمريكي وأن الاقتصاد اللبناني سيشهد فترة من الازدهار بعد مرحلة الركود توقعت أيضاً أن دول الخليج خاصة السعودية وقطرة والإمارات ستعود لدعم لبنان بقوة من أجل إعادة الإعمار والاستقرار وعن الأوضاع السياسية في لبنان أشارت إلى أن سليمان بيك فرنجية هو الأقرب لتولي رئاسة الجمهورية مؤكدة أن توقعاتها حول هذا الموضوع تعود إلى عام 2009 كما تحدثت عن إمكانية دخول اللواء إلياس بو صعب في السباق الرئاسي وأنه سيكون منافساً قوياً أما على الصعيد الاقتصادي اللبناني توقعت أن يشهد الدولار الأمريكي ارتفاعاً مفاجئاً وكبيراً مما سيؤدي إلى عدم استقرار في السوق المالية اللبنانية وأشارت أيضاً إلى عودة بعض الاغتيالات السياسية في لبنان مؤكدة أنها ستكون محدودة ولكنها قد تسبب توتراً كبيراً في الشأن الدولي توقعت عبداللطيف أن العالم سيشهد تغييرات سياسية كبرى في أمريكا مع ترجيح فوز كامالا هاريس في الانتخابات الأمريكية وتوليها منصب الرئاسة كما أشارت إلى أن بايدن وترامب قد يواجهان تحديات صحية كبيرة وأن احتمال وفاة أحدهما قد يكون مفاجئاً ويثير ضجة عالمية توقعت أيضاً أن يشغل الملياردير إيلون ماسك العالم من جديد بحدث محرج أو صحي قد يؤدي إلى دخوله المستشفى مما سيؤدي إلى تسليط الأضواء عليه بشكل مكثف أما في الشرق الأوسط فتوقعت أن يشهد حزب الله في لبنان مفاوضات وتسويات قد تؤدي إلى استقرار سياسي في البلاد كما أشارت إلى أن سوريا ستشهد فترة من الازدهار بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عنها مع عودة العلاقات مع الدول العربية وزيادة في الحركة السياحية وبالنسبة للرئيس السوري بشار الأسد توقعت ليلى عبداللطيف أن يشهد عودة تدريجية للعلاقات الدولية ورفع العقوبات بالإضافة إلى زيارات من قادة عرب إلى سوريا بما في ذلك زيارة محتملة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ختاماً توقعت ليلى عبداللطيف أن يشهد العالم اغتيالات كبرى بعضها قد يكون في العالم العربي وقد تكون هذه الاغتيالات لها تأثير كبير على المشهد السياسي في المنطقة تظل توقعات ليلى عبداللطيف مثيرة للجدل وتلقى اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي حيث ينتظر الكثيرون تحقق هذه التنبؤات في المستقبل القريب ستكون فرنسا في مرمى المظاهرات مع نهاية عام 2023 وفي عام 2024 الاحتجاجات والغضب وأعمال الشغب سنرى الرئيس ماكرون يتوجه مباشرة إلى الشعب الفرنسي كما سيتفقد بعض المدن والشوارع في باريس التي تعرضت لأعمال عنف وتخريب واعتداءات وسرقة سنشهد تعاطفاً كبيراً مع الرئيس من بين الشعب الفرنسي لهذا الحدث سترى القوات البحرية الفرنسية في عملية إنقاذ كبرى في البحر الأبيض المتوسط وسنرى ماكرون يقوم بجولات متتالية توقعات أمريكا تتركز الأنظار والإعلام على مدينة نيويورك الأمريكية بسبب حدث مؤسف ستكون ولاية كاليفورنيا في قلب الحدث وستواجه كارثة طبيعية خطيرة أخبار عاجلة تجعل الأنظار تتجه إلى ديزني لاند في إحدى الدول العالم والشاشات والإعلام يبثون الحدث مع اندلاع حرائق ضخمة في بعض الولايات والمدن الأمريكية بشكل كبير من حيث قوة الاشتعال والحرائق ستكون هناك خسائر بشرية ومادية هائلة وفاة ورحيل رئيس أمريكي وفجأة ستواجه بعض الولايات الأمريكية وباء جديداً قاسياً لفيروس يجتاح معظم هذه الولايات سنشهد في أمريكا إجراءات سريعة بوفرة لقاحات جديدة وفعالة لكن سيتم إغلاق أكثر من ولاية أمريكية أو عزلها عن باقي الولايات وسيكون العام الدراسي في أمريكا في خطر وستجتاح الفوضى والارتباك الشارع الأمريكي بسبب هذا الوباء تتحول الأنظار والإعلام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب حادث مؤسف الرئيس الأمريكي جو بايدن يشغل الإعلام لفترة من الوقت السبب في غيابه المفاجئ عن الساحة في أمريكا هو أن معظم شرائح الشعب البريطاني يشترون ويخزنون كميات كبيرة من المواد الغذائية وكأنهم يدخلون في حالة حرب مما سيؤدي إلى فقدان معظم المواد الغذائية وأنواع الأغذية من الأسواق البريطانية تشمل هذه الأزمة في بريطانيا أزمة نفط وغاز حادة في المرحلة القادمة ستواجه بريطانيا مشهد إغلاق عام وكامل بسبب جائحة جديدة لفايروس جديد يجد بريطانيا والشعب في حالة غضب ستعود المظاهرات والاحتجاجات إلى شوارع بريطانيا مرة أخرى بطريقة لم نرها من قبل وستكون مدن بريطانيا تحت أنظار الإعلام لأسباب مؤسفة وستوجه الأنظار إلى الحكومة البريطانية بسبب حدث مهم توقعات كندا ستصبح شخصية كندية بارزة ومشهورة حديث الإعلام بسبب فضيحة تتعلق بالتحرش بالأطفال والقاصرين سيتزعزع الرأي العام الكندي وتصبح فضيحة إعلامية كبيرة مع صدور حكم بالسجن المؤبد لهذا الشخص اشتركوا في القناة